نروح لمطش المحل ولا أسوأ يعني عشان على شاشة الأهلي بقول لحضراتكم وهو ما فيش حد من جماهير النادي الأهلي راضي عن أي حاجة في مطش المحل ويمكن حتى كابتن سيد عبدالحفيز لما تكلم عن ده قال قال إحنا ما كناش كويسين وما كانش فيه مطشات كتير قوي الأهلي بيحقق فيها نتيجة سلبية بالنسبة لجمهور الأهلي سلبية يعني يتعادوا لإخسارة لكن الأداء بيبقى مرضي يعني على أقل تأدير بينك وبين نفسك بتقول اللعبة عملت لعليها أو اليوم ده ما كانش يمنى أو الكرة ما كانتش عايزة لكن مطش المحل لا إحنا اللي ما كناش عايزين الحقيقة ورغم كده الحقيقة جمهور النادي الأهلي استقر على اتنين لعبة دويتو اللي يدخل على صفحاتنا وبمناسبة استفتاءاتنا موجودة دايما طول الوقت على صفحاتنا على موقع التواصل المختلفة اللي هيدخل على المباراة أو الاستفتاءة الخاص بمطش الأهلي وغزل المحلة هيجد اختيار صاحق لإدويتو كان فيه عليه إجماع واحد واثنين اتفع عليه جمهور النادي الأهلي ثلاثة احتر فيه الجماهير وكثير من الجماهير في المباراة دي رفضت أنها تختار احنا بلوط لب دايما ثلاث أسماء فيه كثير من الجماهير رفضت في المباراة دي تحديدا أنها تختار اسم ثالث وشافت أنه عدد أو اللعيبة بتاعت النادي الأهلي ما أجادوش في المباراة وما فيش حد يستحق حتى مركز ثالث لكن طبعا مركز ثالث حسب رقميا وحسم طبعا لصالح أحد اللعبين خليني أقول لحضراتكم ترتيب اللعبين في مباراة غزل المحلة الأهلي وغزل المحلة كان في المركز الأول ديانج اللي خليني أقول لكم أنه مستوى فيه تصاعد مستمر وربنا يا رب يحميه ويحافظ عليه محتاجينه جدا 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 في مشوارنا اللي جاي قالي يو ديانج في المركز الأول في مباراة المحلة والدويتو بتاعه في استفتاء الجمهور كان أفشا يمكن أغلب الناس اللي صوتت كانت بتجمع على طول بين ديانج وأفشا ديانج وأفشا ديانج وأفشا ولو دخلتوا حتى عدد الوقت وأنا بتكلم مع حضراتكم على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على تويتر هتلاقيوا أنه كل الجماهير النادي الأهلي مختارة ديانج وأفشا كرجولي المباراة في نادي الأهلي في بعض الأصوات الأوليالة اللي اختارت الصوت التالت أو اللعب التالت وكانت المنافسة في المباراة دي بين طاهر وبين رامي ربيعة وبين أحمد نبيل كوكا لكن الحقيقة رامي ربيعة هو اللي فاز بالمركز التالت بفارق بسيط جدا على كل اللعبين نفسه على المركز التالت وبكده يحسم المركز ده لصالحه ورامي الحقيقة راجع برضه رامي من اللعيبة اللي من ساعة ما خاد فرصة الحقيقة أثبت أنه بيقدم مستوى كواس جدا وواحد من اللعيبة اللي أنا برضه بشوف دايما أنه لعيبة عنده شخصية النادي الأهلي وعنده روح النادي الأهلي وان شاء الله يكون إضافة للفريق في الفترة اللي جاية